استقبل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة معالي السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق الشقيقة وفي مستهل اللقاء رحب وزير شؤون الشباب والرياضة بنظيره العراقي في بلده الثاني مملكة البحرين مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة في شتى المجالات بما فيها الجانب الشباب والرياضي ومؤكدا سعادته أهمية اللقاء والزيارة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة العراقي للبحرين الأمر الذي يساهم في تعزيز الدور المشترك وتجسيد العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى بناء علاقات شبابية ورياضية قوية ومتينة مع مختلف الدول العربية بما فيها العراق والعمل على تأطير هذا التعاون بصورة واضحة بما يساهم بشكل إيجابي في الارتقاء بالقطاعين الشباب والرياضي في مملكة البحرين والبلدان العربية من جانبه ثمن وزير الشباب والرياضة العراقي بالجهود المتميزة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية والرياضية وما أثمرت عنه من تحقيق منتسبي هذين القطاعين للعديد من الإنجازات الشبابية والرياضية معربا عن ثقته بأن يسهم اللقاء مع وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين في تحقيق مجال واسع من التفاهم والتلاقي لتأطير عملية التعاون بين البحرين والعراق في المجال الشبابي والرياضي